السلام عليكم شباب معكم جهاد او جهاد 11 اول جهدي في هذا الفيديو شباب ورحا رويكم واش راح حصير لما اروح بلسجي جديد واش راح انتقل معاي واش راح يصير بالضبط يعني طبعا اول شي لازم تنتبه له يكون السلاح عندك مثلا اذا كان عندك تحدي قريب مثلا شوف عندي 64 من 100 وهين عندي 64 من 200 وعندي 24 لونك شات من 50 اذا راح تبرسي جهاد راح تروح تصفرها من جديد وراح يبتدي من البداية فانتبه لهذا يعني اذا كان عندك الشالنج يريب يخلص خلص الشالنج بعدين نروح البرستيج اللي بعده طبعا اذا تروح البرستيج تاخذ معاك شغلة واحدة تروح البرستيج برستيج رقم اثنين مور انفرميشن شو سا برمننت انلوك طبعا راح اخذ معاي سكافينجر سكافينجر راح احتاجي انا بالنسبة راح احتاجي يعني المهم حين انتقلت البرستيج اللي بعده صار لفل واحد و راح ارويكم مثلا خليني اروح لسلاح البالي 27 شوفوا الشالنج راح من كانت عندي 64 صارت صفر و كان عندي 24 من 50 صارت 50 ايش كلام ايش كلام ايه ويلي مشوار والله مشوار حق تطلع الديموند المهم شباب فهذا اللي حبيت ارويكم اياه اذا تنتقل وش يصير معاك بالضبط طبعا ايه يفك شي ثاني بعد يبالله انسى وتروح بلاي كارد كولين كارد برستيج فك معاي هذا الشكل البرستيج يعني كل اس البرستيج تفكه و عندك بعد لما تفكر تفتح لك على كل البرستيج كلاس هذي تقريبا كل شي شباب اما تروح بس اجي بعد اللي يصير معاك اتمنى اعجبك بالفيديو لا تنسوا اللايك فيه و سبسكرايب وتابعني في التويتر راح تشوف في الدسجوم تحت اذا راح تبغى اي سؤال اي استفسار السلان يا تحت في الدسجوم او اللي تويتر راح جاوبك عليه و نشوفكم على خير السلام عليكم